معانا السيدة محمد من القاهرة السلام عليكم شيف وعليكم السلام وحالك طيب وحالك طيب يا فندي كنت أعزي أسأل حضرك في موضوع أنا عندي خالين واحد الزغير سيب مراته الأولانية رميها ببنته عندها تواحد خالي الكبير اللي هو عن سبع وسبعين مش عايز يجيبها في بيت العيلة أنا والديتي عندها نصيب في بيت جدي وإحنا عايزين نجيبها فيه هو رافض المبدأ خاص مش عايز يجيبها عندنا خاص عشان عندها ولد مسجون وخايف يطلع يعمل له مشاكل وإحنا عندنا بيت العيلة معروف إنه نحن ناس محترمين فهو مش المسجون ده تبنه برضو مش المسجون ده ابنه ابن خالي الزغير اللي رمي عياله مش المسجون ده برضو ابنه مش بيقول عندها حق ابن لا يا شيخ أنا عايزة فهم حق صح خالي الزغير رامي مراته الأولانية اللي عندها ابن عنده تواحد عندها بنت عندها تواحد خالي الكبير إحنا عايزين نجيب مرات خالي دي عشان يمر مياه في الشارع مفيش حد بيخاله بالي منها حتى لو جبنانا أجار جديد مفيش راجل معاها طيب عايزين نجيبها ببيت العيلة وخالي الكبير رافض ليه بقى عشان ابنها الكبير مسجون لو مش هو ده ابنكم برضو ما هو دي الفكر يا شيخ إحنا بقى نطبع خالي دي ولاده عمني يتخانوا معنا وقلون ده راجل كبير في سنه وعنده القلب هتموتهم لنا من العصبية أنتو لله يسمحكم لا خالص 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 ستر الناس والحفاظ صح؟ إسمعي طيب إسمعي ستر لو قطعنا بقى خيل هو قطعنا يا خاسمنا ما هو دي مسألة هو ده هو يسأل عنها هو هو اللي يسأل عنها مش انتو انتو هتعملوا معروف إسمعي بس بنتي انتو هتعملوا معروف في ناس مرميين في الشارع والشارع ده هوت شرس والشارع ده هوت سيء وده هوت في الأخ خالص عندها ابنها ده ده لحمكم وعرضكم وولادكم فحفظوا عليهم وكونوا في عونهم أما هو إذا كان عايز يمنع ده يمنع ده لأي سبب من الأسباب هو يراجع ضميره ويراجع أخلاقه ويراجع كمان مساعدته للمسلمين هي دي هتعمل إيه هتروح فين دي مرمية حالك بتقول دي مرمية في الشارع لا حاولوا تحفظوا على أهلكم وحاولوا تصدوا رحمكم وجبوهم ويسكنوا معاكم وحاوتوا عليهم إلا إذا كان في شيء خطر بمعنى إن هم بيجي بيمرسوا عمل إجرامي أو بيمرسوا شيء فده هتبقى إحنا بنحافظ على نفسنا أما وإن ده هت مش موجود أما وإن ده هتنوع من أنواع الخوف على السمعة تبقوا الخوف على السمعة ده هنعمل إيه لما نقابل الله سبحانه وتعالى يقول لنا ماذا فعلتم في أقربائكم الذي جعلنا هم أولى الناس بالمعروف وعنعمل إيه في سلة الأرحام وعنعمل إيه في الإحسان للمسلمين فلا ضموهم إليكم وإن شاء الله ربنا يكبرهم ويكتب لهم الهداية على إيديكم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر